في خبر جديد وفي خطوة مضحكة من عصابة الكابرانات الجزائري أفادت مصادر أخبارية بأن الاتحاد الجزائري كوراة القدم وبأوامر من عصابة نظام الكابرانات الفاسد قاموا برفض استدعاء أي لاعب جزائري مستقبلا يلعبوا في البطولة المغربية إلى المنتخب الجزائري وذلك خوفا منهم لاستفادة الأندية المغربية التي يلعبون لها من التعويضات التي يقدم الاتحاد الدولي كوراة القدم أي فيفا للأندية التي يشارك لاعبها مع المنتخبات والتي تعتبر بمتابة تعويضات للأندية على كل يوم يغيب فيه لعبه عن النادي حيث لجأ النظام العسكري الجزائري فاسد إلى منع لعبه الذين يلعبون للأندية في المغرب من حمل قميس منتخبها لسبب المذكورة أي خوفا منهم استفادة الأندية المغربية من التعويضات المذكورة وهذا في خطوة مضحكة من عصابة كابرانات الجزائر اشتركوا في القناة